بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الخاصة بتحري هلال شهر شوال حيث دعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في دولة قطر إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام الف واربعمائة وثلاثة واربعين الهجري الموافقة الثلاثين من شهر إبريل الفين واثنين وعشرين وهابت لجنة بمن يرى الهلال الحضور إلى مقرها الكائن في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة الدفنة الأبراج والتقدم للجنة للإدلاء بشهادته حيث تعقد اللجنة اجتماعها في هذه الأثناء وفي هذه التقطية مشاهدين الخاصة بتحري رؤية هلال عيد الفطر المبارك يسعدني مشاهدين الكرام بدايتنا أن نرحب معي في الاستيديو بكل المن الداعية الشيخ عبدالله العباد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيضا الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي في دار التقويم القطري فأهلا وسهلا الشيخ عبدالله وأهلا وسهلا أهلا بي أهلا بي حييكم الله حياكم الله إذن مشاهدين الكرام قبل البدء بحوارنا أود القول بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت عن تجهيز خمسمائة وعشرين من الجوامع والمصليات في مختلف مناطق الدولة لاستقبال جموع المصليين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذكرت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر ستقام في تمام الساعة الخامسة واثنى عشر دقيقة صباحا وكانت مساجد الدولة قد شهدت في شهر رمضان الكريم إقبالا كبيرا من المصليين في ظل حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تهيئة الظروف المناسبة للمصليين لأداء العبادات الرمضانية في جو مريح قرابة 2300 مسجد في أنحاء الدولة لم تخلو خلال شهر رمضان المبارك من قائم أو ساجد أو قارئ للقرآن أجواء روحانية يلتمسها المسلمون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صلاة التراويح إحدى العبادات المخصوصة في شهر رمضان حرص ألاف المصلين على حضورها في المساجد كما حرصوا على صلاة التهجد خاصة في العشر الأواخر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشرفت على تيسير العبادة على المتعبدين في الشهر الفضيل فبادرت قبل حلوله إلى صيانة شاملة للمساجد التي تحتاج إلى ذلك وترميم المساجد التاريخية بالتعاون مع متاحف قطر كما عملت على إعداد الأئمة عبر دورات مخصصة لمراجعة القرآن الكريم استعدادا للإمامة وخصصت الوزارة 183 جامعا للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي حملت بداياته هذا العام بشرى برفع القيود الاحترازية التي حالت بين الناس وبين صلاة التراويح في المساجد خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا وفي كل موسم صيام يكون عدد المساجد في الدولة قد شهد ازديادا ليتسع للرواد الآتين لمناجات الله تعالى في بيوته وقد شهد الربع الأول من هذا العام بناء 16 مسجدا كما شهد العام الماضي افتتاح 26 مسجدا وتخصص 57 قطعة أرض لبناء مساجد ومراكز لتعليم القرآن الكريم نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونجدد الترحيب بضيوف الكرام داعي الشيخ عبدالله العباد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله أهلا وسهلا بك أهلا بكم الله يحييكم أهلا وسهلا أيضا نجدد الترحيب بالدكتور بشير مرزوك خبير الفلك في دار التقويم القطري دكتور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك نبدأ معك دكتور لو نتحدث عن كيف تكون الرؤية الآن وما هي شروطها بسم الله الرحمن الرحيم هي رؤية الهلال دائما تكون في يوم 29 من الشهر الهجري وقت غروب شمس يوم الرؤية هذا هو توقيت الرؤية ولكن لكي نتحرر الرؤية لابد أن نحسب أو نرى ما هي العوامل التي يمر بها الهلال في هذا الشهر في شهر شوال هذا العام هلال شهر شوال إن شاء الله بإذن الله إلى اللحظة التي نتحدث فيها لم يولد بعد وسيولد إن شاء الله الساعة الحادية عشر وتسعة وعشرين دقيقة مسائم توقيت الدوحة المحلي الثامنة وتسعة وعشرين دقيقة بالتوقيت العالمي طبعا وقت التحري هو وقت الغروب وقت غروب الشمس ونحن دائما كفلكيين نحسب عاملين أولين أولا وقت ميلاد الهلال أو وقت الاقتران وثانيا هل سيغرب القمر أو هل سيغرب الهلال بعد غروب الشمس أم قبل غروب الشمس إذا توفر العاملان نبحث في العوامل الأخرى في هذا العام أو في شهر شوال هذا العام لم يتوفر أحد العاملين لأن الهلال كما ذكرنا سيولد بعد غروب شمس يوم التحري إضافة إلى أن الهلال طبعا لم يكن موجودا في هذا التوقيت لو توقيت الرؤية حاليا وكما نرى الآن مشاهدين الكرامة معك دكتور رفضة الشيخ صور مباشرة الآن من منطقة زكريت حيث تكون هناك نرصد غروب الشمس وتحري أيضا هلال شهري شوال الآن نعود إليك شيخ عبد الله يعني لو نتحدث عن مفهوم الرؤية شرعا الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك ما يحب ويرضى والحمد لله على بلغ هذا الشهري ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما كان فيه من عمل صالح وأن يوفقنا بعده إلى الاستمرار في هذه الأعمال الصالحات الله سبحانه وتعالى لما فرض هذه الفريضة على المسلمين فرضة الصيام حدد ابتداء هذه الفريضة وانتهائها برؤية الهلال برؤية الهلال وجاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة وكذلك إشار إليه القرآن الله سبحانه وتعالى يقول لهم وحكم كتابه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم وفمن شهد منكم الشهر فليصم يعني من كان موجودا في ذلك الوقت الذي رؤي فيه الشهر فليصم الشهر وهكذا كذلك الإفطار و النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بأن نرى الهلال بأن نرى الهلال قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وما تفضل الدكتور يوم الرؤية بالنسبة لشوال هو مساء هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان فهنا يتحرى الهلال و مسلمون عليهم أن ينظروا يبحثون عن الهلال فإن رأوه أفطروا وإن لم يرأوه أكملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أرشدهم أنهم إذا لم يرأوه الهلال فإنهم يكملون يكملون الشهر الثلاثين الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون مرة يكونون تسع وعشرين مرة يكونون ثلاثين بحسب رؤية الهلال الشرع ربط هذا ربطه بالرؤية لأنها متاحة للجميع لجميع المسلمين متاح لهم أن ينظروا في جهة الغرب عند غروب الشمس ليرأوا الهلال فإن رأوه عملوا بمقتضى ذلك وأفطروا أو صاموا وإن لم يرواه لا يجب عليهم الصيام بالنسبة لابتداء الشهر ولا يفطرون بالنسبة لانتهائه فإذا ربطها بهذه الوسيرة التي هي متوفرة للجميع ولما نقول هكذا الكلام لا يعني ذلك أننا نلغي ما يذكره الفلكيون يعني هناك خلط عند الناس في مسألة صحة أن المعتبر شرعا هو الرؤية المعتبر شرعا هو الرؤية لكنها متبرة في الوقت الذي يمكن أن يرى فيه يمكن أن يرى فيه مثلا مثلما تفضل الدكتور إذا كان إذا ثبت أن الهلال سيغرب قبل غروب الشمس فقط أن هنا لن يرى هنا لن يرى لكن مع ذلك المسلمون يتحرون لأن هذه المعلومة ليست عند كل الناس هذه عند الفلكيين فنحن الآن نتحرى للهلال اليوم لأن هذه المعلومة ليست عند كل الناس هذه عند الفلكيين فنحن نتحرى لكن في الغالب أنه لن يرى يعني لن يدعي أحد رؤيته والله أعلم ما رح نستبقى الأحداث لكن هذا هو المسألة المهمة هي أن تتحقق الاستحالة بمعنى أن يكون أن يتأكد لأنه مسألة معرفة بعد القمر من الشمس ومسألة وقت لحظة الغروب لكليهما هذه مسألة يقينية يعني ليس مسألة ظنية مسألة يقينية فإذا حصل يقين أن القمر أنه غرب قبل غروب الشمس فقط طعا ستكون الرؤية هنا مستحيلة والشرع طبعا لا يصادم المستحيلات يعني لا يصادم المستحيلات نعم دكتور نعم وبناء على ننتقل إلى الدكتور وبناء على كلامك الشيخ عبد الله الآن ذكر الشيخ عبد الله بأنه قد يكون هناك أمر مثل الاستحالة أو الصعوبة في رؤية الهلال نتحدث أكثر عن هذا الأمر طبعا كما ذكرت نبحث حينما نحسب لرؤية الهلال لا بد أن نبحث عاملين أولين العامل الأول هو ميلاد الهلال قبل غروب الشمس والعامل الثاني غروب الهلال بعد غروب الشمس هناك أربع حالات قاطعة لرؤية الهلال معنى قاطعة يعني في معظمها لا يمكن رؤية الهلال نعم دكتور أعتدر على المقاطعة ننتقل الآن معكم مشاهدين الكرام ومع ضيوفي الكرام مباشرة إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث يعلن فضيلة الشيخ الدكتور تقيل بن ساير الشمري رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما توصلت إليه اللجنة بعد انتهاء اجتماعها فإلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد عقدت لجنة تحري رؤية الهلال اجتماعها مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام الف واربعمائة وثلاثة واربعين الموافق للثلاثين من الشهر الرابع الفين واثنين وعشرين ولعدم ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة فإنه عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه وقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فإن اللجنة تعلن أن غدا الأحد الموافق الأول من شهر مايو عام الفين واثنين وعشرين هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك ويكون يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو الفين واثنين وعشرين هو أول أيام عيد الفطر المبارك واللجنة إذ تعلن ذلك لتدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من العتقاء فيه وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وتنتهز اللجنة هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني حفظهم الله بأسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة ونتمنى أن يمنى الله علينا بالقبول وعلى الشعب القطري وكافة المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين الكرام وكما استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري فإن غدا الأحد بإذن الله هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نعود إلى ضيوفنا الكرام وإلى الدكتور بشير أن نعتذر على المقاطعة نكمل الحديث إذن كنا نتكلم عن استحالة رؤية الهلال وبالفعل هذا ما شاهدناه الآن طبعا هناك كما ذكرت هناك حالات قطعية يستحيل فيها رؤية الهلال من هذه الحالات أن يغرب الهلال قبل غروب الشمس يوم الرؤية يعني هلت ولد في النهار ولكنه غرب قبل غروب الشمس الحالة الثانية أن يأتي ميلاد الهلال أو لحظة الإكتران بعد غروب الشمس مثل الحالة اليوم الهلال سيولد 19.5 في المساء كما ذكرنا وهذه بعد غروب شمس يوم التحري الحالة الثالثة أن تغرب الشمس كاسفة معنى الكسوف هي اجتماع الأرض والشمس والقمر على خط استقامة واحدة وهي تسمى لحظة الإكتران أو ساعة الإكتران وهذه اللحظة هي إكتران مرئي لأن لحظة الإكتران دائما نعتمد على تحديدها في الحساب الفلكي ولكن إذا حدث كاسوف يكون القمر والشمس في جانب واحد بالنسبة للأرض وهي تسمى لحظة الإكتران لذلك ويغطي القمر كامل كرص الشمس فحينما تغرب الشمس وهي في لحظة إكتران معنى ذلك أن الإكتران في حالته ولم يولد الهلال بعد فهذه أيضا من الحالات المستحيل رؤية الهلال فيها أو الحالات القاطعة لرؤية الهلال وهناك أيضا حالات غير قاطعة ولكن طبعا هذه الحالات حينما ترد إلينا كفلكيين خلاص نقطع بعدم أو باستحالة رؤية الهلال وفي العصر الحديث أصبح لجان التحري تأخذ بالحساب الفلكي في النفي على سبيل المثال لو اليوم أتى من يشهد برؤية الهلال إلى لجنة التحري لجنة التحري ترد شهادة ولماذا؟ لأن الحسابات الفلكية تقطع بعدم وجود الهلال أعلى الأفق بعد غروب شمس يوم التحري نعم دكتور الشيخ عبدالله الآن وبعد الإعلان عن يوم عيد فطر المبارك الآن ندخل في أجواء العيد أكثر ونتحدث عن صلاة العيد من ناحية حكمها ووجوبها وأيضا كيفيتها نعم هو بس في نقطة سأعقل عليها في كلام دكتور مسألة الاستحالة إذا كانت الرؤية مستحيلة طبعا فعلا قد ترد الشهادة وهذا الكلام له سابق في كلام الفقهاء الفقهاء المالكية مثلا يذكرون أن الهلال إذا شهد اثناني برؤيته الهلال رمضان ثم أتم الناس ثلاثين يوما صحوا ولم يرى الهلال فإن تكذب شهادته ما لأنه ماضح منهم هذا الذي رأوه ليس الهلال لكن الخلاف دائما يحصل بين الفقهاء وبين الفلكيين في الحالات التي لم يذكرها الدكتور وهي الحالات التي يعتبرونها استحالة وهي في الحقيقة صعوبة مثلا لو غابت الشمس قبل القمر ولو بوقت بسيط فالقمر هنا موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس صح أنه بمعنى داخل في الوهج وهج الشمس وشدة ضوء الشمس أو كثافة الضوء الشمس صح أنه يصعب جدا أن يرى والحالة الأخرى لو كانت داخلا في خارج الوهج لكنه في يعني في منطقة الضوء في دائرة الضوء لكنه ليس داخل فيه ليس قريب جدا يعني بعيد شوي لكنه في منطقة الضوء صح أنه كانت يصعب وإن كانت الصعوبة في الحالة الأولى أشد من هنا هنا الفلكيون في الحالة الأولى بالذات يقولون أنه مستحيل يقولون أنه مستحيل لكن المشكلة الفقه لما جيه الشهادة أن اثنان ذواء عدلين أن اثنان ذواء عدلين رأوا الهلال وكانت الرؤية ممكنة من هذه النحية يعني هي صعبة لكنها ممكنة فهنا يصعب عليهم رد الشهادة لأن القمر موجود قبل بعد غروب الشمس موجود فوق الأفق وحتى يعني قد يكون بشيء بسيط لكنه موجود فوق الأفق ولو بشيء قليل فالشهادة ممكن أن تكون صحيحة صحيح أنها صعبة لكن يمكن أن تكون صحيحة فهنا تحصل لمشكلة ولذلك الذي يحصل في بعض السنوات أن الفلكيين يقولون أنهم استحيل ويقصدون هذه الاستحالة والفقهاء يقولون صح هذه صعوبة مش ما استحالة الاستحالة هي الحالة التي ذكرها أو الحالات أن يغرب القمر مع الشمس ومباشرة ومن باب أولا أن يغرب القمر قبل الشمس هذا استحالة طبعا والشارع لا يصادم الواقع هذا واقع فهذا هو الذي يعتنبه عليه هذا الذي يحصل دائما الخلاف بين الفقهاء وبين الفلكيين في هذه الحالة نعم شيخ عبد الله ما بالنحيس العيد قبل أن نتحدث في صلاة العيد وحكمها ووجبها وكيفيتها سنتقل معكم إلى الزميل أحمد السعدي حيث ننتقل مرة أخرى إلى مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدفنة ومع مرسلنا الزميل أحمد السعدي فإلى هناك نعم سيف طبعا في البداية مبارك عليك طبعا ما تبقى من هذا الشهر وأيضا ما تبقى إن شاء الله من شهر رمضان الكريم عليك وعلى أستاذ أيضا المشاهدين قد أن إن شاء الله هو المتمم لشهر رمضان والاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذه السنة كما أعلنت لجنة تحري الهلال هنا الأجواء حقيقة منذ الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم الذي تواجدنا فيه هنا في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انتظر طبعا لجنة ووصول طبعا سواء من رأى الهلال لكن لم يثبت رؤيته لهذا المساء وعليه فإن طبعا سيكون إن شاء الله الاثنين هو أول أيام طبعا عيد الفطر المبارك أيضا كانت هناك متابعة كبيرة جدا لوسائل الإعلام سواء كانت المسموعة المرئية وأيضا حتى المقرؤة لهذا الحدث المهم بالإضافة طبعا إلى أن هناك عمل كبير قامت به اللجنة فيما يخص الإجراءات الاحترازية طبعا لحماية سواء اللجنة وأيضا لحماية الموجودين هنا نود أيضا الترويح حقيقة إلى أن اللجنة تجتمع بشكل طبعا دوري سواء خلال شهر قبل طبعا شهر رمضان وأيضا قبل عيد الفطر من أجل الإعلان عن هذين الحدثين المهمين لكافة المسلمين يمكن هذه هي أهم الأجواء التي كانت تتواجد هنا في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نبارك أكيد لجموع المسلمين والمواطنين والمقيمين والقيادة الرشيدة بمناسبة إن شاء الله حلول شهر حلول عفوا عيد الأضحاء وعيد الفطر المبارك إن شاء الله يوم الأثنين بإذن الله هذه هي أبرز الأجواء المتواجدة معنا هنا الزميل سيف داخل مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الزميل الأحمد السعدي من مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شكرا جزيلا لك نعود إليك الآن شيخ عبدالله كنا نتحدث عن صلاة العيد حكمها ووجوبها وكيفيتها نعم صلاة العيد سنة مؤكدة وسنة مؤكدة على الأفراد يعني لكن مع ذلك لا بد أن تقام كشعيرا من شعير الإسلام لا بد أن تقام في حواضر المسلمين ويذهب الناس إليها يعني ينبغي أن يخرجوا لها جميعا من كان عليها أن يصليه ومن لا يصلي أصلاً كالنساء مذنين التي عندهن منع كل جميع يخرج إلى صلاة العيد لأنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وينبغي أن يحضرها الناس يحضرون ما فيها من ذكر وما فيها من دعاء وما فيها من خطبة وإلى غير ذلك يحضرها الجميع وينبغي أن يخرج الناس إليها مبكرين حتى يدركوا الصلاة لأن صلاتها قبل خطبتها لا يستمدل الجمعة الجمعة خطبتها قبل صلاتها هي صلاتها قبل خطبتها فينبغي للناس أن يخرجوا الصلاة وإذا جاءوا يستمعون يحضرون الصلاة ثم بعد ذلك يستمعون الخطبة ويحضرون الدعاء حضور الخطبة مهم جدا لأنها هي التي فيها التذكير فيها الدعاء فيها توجيه عام للناس خاصة في صلاة العيد عيد الفطر الناس توجه توجيها عاما بأن تلتزم بما كانت عليه من عبادة وأن لا تتخلى وتنسلخ أما كانت تفعله من الطاعات وينبغي المسلم أن يستمر فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان لا تنقطع حاجته على الله سبحانه وتعالى وحقيقة من الخطير أن يكون الإنسان عاقدا العزم من الآن أنه بمجرد انسلاخ رمضان ينسلخ من هذه الطاعات وهذه العبادات هذا خطير يعني مهم من خطوة العيد مهم حضورها لأنها يكون في هذا من التوجيه صلاة العيد ينبغي أن يخرج إليها الإنسان في أحسن ذيابه وأكملها وينبغي أن يتطيب وينبغي أن يقتسل إذا استطاع أن يقتسل قبل الخروج إليها ينبغي كذلك أن يكون يعني بالنسبة للنساء أن يخرجنا لكن يخرجنا بتستر وملابس يعني ستلا لا يمسسن الطيب قبل خروجهن إلى المصلى إذا جاء الناس قبل الإمام إلى المصلى إذا كانت الصلاة ستكون في المصلى يعني يمكن أن يجلس لا يحيي المسجد لأنه ليس مسجدين هذا مصلى ويمكن أن يصلي أراك حتى إذا أراد لكن لا يطلبه بالتحية أما إذا كانت الصلاة ستقام في الجوامع لأي سبب مما فإنبغي الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يحيي المسجد قبل جلوسه لما يكون ذلك وقت طوله الشمس وقت طوله الشمس لأنه ينبغي الإنسان أن يصليه به لأنه نهي فيه شديد الدكتور نعم هذا هو المهم في السنة مهمة جدا وهي أن إبغي الإنسان إذا جاء من طريق أن يعود من طريق أخرى يعني إذا جاء إلى المصلى من طريق الأفضل له إذا كانت الزحمة تمديه يعني يمكن يطلقين آخر يختلف عن الطريق التي جاء منها نعم دكتور الآن دعنا نتحدث عن الحساب الفلكي والرؤية الشرعية نتحدث من ناحية التقاطع والتباعد بينهم طبعا الحساب الفلكي في الفترة الأخيرة أصبح بالدقة عارية جدا ودل على ذلك إطلاق المركبات الفضائية ودل على ذلك أيضا يعني إنزال هذه المركبات الفضائية على سطح الأجرام الساموية مثل المريخ مثلا ودل على ذلك أيضا الظاهر للترى بالعين يعني الحسابة الفلكية مثلا نعلن كسوف شمسي مثلا إن شاء الله سيكون كسوف شمسي في دولة قطر يوم 25 أكتوبر القادم نعلن عنه قبلها بسنوات صحيح ويحدث في نفس الموعد الذي تم فيه الإعلان فالحسابة الفلكية انتقلت إلى مرحلة التأكيد أو للحالة المؤكدة ولذلك طبعا أصبح يعني الحساب الفلكي يعطينا كثير جدا ويعتمد عليه كثير من الشرعيين كمدخل للرؤية الشرعية الصحيحة وكساند للرؤية الشرعية من يدلون مثلا على أن الهلال سيكون موجود في السماء بعد غروب الشمس الحساب الفلكي من يدلون على موضع الهلال في السماء يعني ما يمكن يكون الهلال موجود لمدة عشر دقائق أنا أبحث فيه أماكن كثيرة متفرقة ولا أنظر إلى المكان الموجود فيه الهلال لكن عن طريق الحساب الفلكي أقدر أحدد موضع الهلال في السماء أيضا وجود الهلال أو يعني العوامل الفلكية الأخرى مثلا مثل ارتفاع الهلال عن الأفق هذا من ضمن الحسابات الفلكية وأيضا المسألة التي تحدث فيها الشيخ التي هي قرب الهلال أو بعده عن الواقع الشمسي ما يسمى علميا بالاستطالة هذا أيضا يحدد للحسابات الفلكية فأصبحت الحسابات الفلكية تعتبر ساند ومدخل للرؤية الشرعية الصحيحة في هذا العصر الحديث نعم مستمرين في الحديث معك دكتور ومع فضلية الشيخ أعبد الله لكن ننتقل معكم مشاهدنا الكرام حيث يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك هذا العام بتفاؤل وأمل كبيرين بانتهاء وباء كورونا وسط تخفيف للقيود التي حرمت الناس على مدى عامين من صلاة العيد وتبدل الزيارات مع الأهل والأحباب شهر رمضان الكريم بمظاهره الجمالية وأبعاده الروحية والدينية شكل سانحة للصائمين من العبادة والتواصل والقيام بطقوصه الرمضانية المحببة إليهم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا إجراءات قبلها انخفاض مستمر في حالات الإصابة بهذا الفيروس حتى نهاية الشهر الفضيل مما يبعث ذلك في النفوس الفرح والتفاؤل لاستقبال عيد الفطر المبارك وأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات إن شاء الله هاي السنة بيكون في تبادل زيارات بيكون عندنا صلاة عيد اللي انحرمنا منها فترة طويلة بيكون بإذن الله تعالى العيد لبهجة الأطفال وروحتهم وردتهم والزيارات العائلية والمعايدة يعني أتوقع هاي السنة العيد بيكون طعم غير بعد انقطاع طويل هو شعور يتقسمه الصائمون خاصة في ظل التخفيف المستمر للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا مما يمكنهم من القيام بالطقوص والعدات التي درجوا عليها في عيد الفطر المباركة في جو من الراحة والطمأنينة إن شاء الله في فعاليات راح تكون الفرحة أكبر مع العيد وفرحة أكبر وأكثر أكثر لأننا بعد سنتين راح نعيد بكل أريحية وبكل جمالية أكثر فنقول عودة العيد عشرين اثنين وعشرين ومجالس أحبابنا وأهلنا إن شاء الله بيكون أجمل العياد بعد الانقطاع لعيد الفطر المبارك قيمته وبهجته فهو يأتي بعد شهر من الصيام والطاعات وله قيمة اجتماعية عالية فالعائلات تنفذره كبيرها وصغيرها ويتسابق فيه الناس لإلقاء تحية العيد ويتطلع الأطفال للحصول على العيدية في جو تحفه البهجة والفرح الجميل نستكمل تغطيتنا معكم مشاهدين الكرام ونستكمل مع ضيوفي الكرام الشيخ عبدالله الآن بالنسبة لزكاة أو زكاة في عيد الفطر نعم هل الآن مع الإعلان بإمكان الناس تقديم الزكاة في هذا الوقت؟ نعم هي زكاة الفطر فرض على كل مسلمين كان موجودا وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان اللي هو بكر إن شاء الله تعالى ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين كما كان يفعل الصحابة يجوز أن تقدم من الآن يقدمها للفقير لا حرج في ذلك والأفضل أفضل وقاتها أن تخرجها ما بين الصلاة الفجر وصلاة العيد طبعا هذا الوقت قليل وغالبا الناس لن تتمكن من إخراج زكاة فيه ولذلك الأفضل أن يخرجها من الآن أو يخرجها غدا إن شاء الله تعالى أو ليلة غدا يعني بالحد الأقصى ولا ينبغي أن يؤخرها إلى ما بعد العيد إلى الحد الأقصى إلى يوم العيد لا يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد يعني ما يؤخرها في نقطة مهمة أن نبه عليها وهي أن إعطاءها الآن أو أول رمضان أو أي في وقت الجمعيات الخيرية لا يعني تقديم الزكاة لأن الجمعيات الخيرية الآن موكلة من طرفنا تأخذ هذه النقود التي نسلم لها ثم هي تخرج زكاة الفطر في الوقت المحد لذلك يوسوس الناس ويوسوس حد أنه والله أنا قدمت زكاتي ويمكن ما تجزيه والله لا مجزيه لأنك أنت الآن لم تعطيها للفقير أنت عطيتها لجهة موكلة لتعطيها للفقير في الوقت المناسب فلذلك يمكن من الآن يقلجونها ولا حرجة في ذلك إن شاء الله نعم دكتور الآن أخيرا دعنا نتحدث عن الأبعاد الاجتماعية لإشراك الناس في مجال الرؤية طبعا رؤية الهلال دائما يشترك فيها فلكيين ويشترك فيها شرعيين ويشترك فيها عمة الناس لأن هذا طبعا هو الشيء الجايد في الرؤية وحينما نتحرى رؤية الهلال كدر تكون القطري ندعو معظم الناس لكي يشاركنا في رؤية الهلال وهذه طبعا دائما بيكون طبعا من الأشياء الجيدة جدا أنك تشرك المجتمع في الشيء التي تتحرى حتى يتيقنوا لعبادتهم وحتى يتيقنوا من بداية الشهر ونهاية الشهر الخضير نعم صحيح دكتور إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام تغطية هلال عيد الفطر المبارك وكما شاهدنا الإعلان بأن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وبعد غد الاثنين هو أول أيام شهري شوال إلى هنا لا يصني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين في الستيديو الداعية الشيخ عبدالله العباد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله شكرا جزيلا لك شكرا الله ولكم أيضا كل الشكر ووصول إلى الدكتور والخبير الفلكي الدكتور بشير مرزوق دكتور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وعيدكم مبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ضيوفي الكرام وكل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام إلى هنا نستطيع القول السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر